اشتركوا في القناة الجمهور على الاداء السيئ خصوصا في المباراة الاخيرة وكانت اختياراته تشكيلة سيئة جدا حيث كان كيختار لعابة ضعاف وكيبقوا لعابة عالميين قدروا يصنعوا فارق في المباراة في الاحتياط اذا واحد خليل يوزيتش عنده اخر مباراة مع المنتخب المغربي وهي المباراة اللي غتكون ضد ليبيريا ولكن السؤال هنا شكون اللي غير يعود المدرب خليل يوزيتش بعد ما يمشي الاسم الوارد هو وليد مدرب الوداد وهو الاول على قائمة فوزي القجاع لانه قدم مستوى رائع واستطاع ان يحول الوداد من فرقة ضعيفة الى اقوى الفرق واستطاع انه يدي كأس افريقيا وكان مستواه جيد جدا واخكينين الحسين عموتها وبدو زاكحته وما في القائمة اللي تقدر تدرب المنتخب ولكن المستوى اللي قدمه وليد كان حسن من المدربين اللخرين حيث دكات عمام افريقيا وبقي له مباراة واحدة اللي كأس سوبر الافريقي واللي غتكون مع فريق او نادي نهضة بركان وكانت اختياراته موفقة جدا اما بدو وعموتها فما قدموش مستوى ملفت ولكن لي اكيد ان المدرب الجديد غيكون مغريبي مئة بالمئة ووليد هو اللي هو في القائمة اللي دهها القجاع هو اللي غيكون مدرب المنتخب فانتظار تأكيد الخبر شكرا على حسن استماعكم وانتظروا فيديوهات جديدة سننشرها في قادم الايام ان شاء الله اشتركوا في القناة